مشاهدينا رجعنا لكم ومن بداية الحلقة حكينا أنه اليوم رح نحكي عن الأرصاد الجوية وخاصة أنه في الحديث عن منخفض خلال الأسبوع القادم رح نعرف أكثر عن كل ما يتعلق بالتقس بفلسطين بالمرحلة كمان القريبة القادمة وبشكل عام كمان رح نحكي عن الأمطار بفصل الشتاء بس عدنا من داخل الستوديو يكون معنا السيد يوسف أبو سعد هو مدير عام دائرة الأرصاد الجوية بفلسطين الله صبحك بالخير يسعد صباحك أهلا وسهلا كيف الجو وإنت جاي اليوم؟ الجو لطيف اليوم لكن غدا هناك انخفاض حاد على درجات الحرارة يعني فعلا الأخبار كلها بتقول أنه في انخفاض في منتصف هذا الأسبوع ويكون حاد فهل أنت بتأكد لنا هاي المعلومة؟ نعم الأجواء هذا اليوم الأجواء يعني على درجات الحرارة من معدلاتها بحوالي 5 إلى 6 درجات هذا اليوم في ساعات المساء والليل تتكاثر الغيوم ثم بإذن الله في ساعات الليل تبدأ الأمطار بالهطول على المناطق الشمالية بالأراضي الفلسطينية نتيجة تأثير المخفض تمركز المخفض فوق جزيرة قبرص يبدأ تأثير هذا المخفض على المناطق الشمالية ثم يمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى والجنوبية في نهار يوم غد بإذن الله لو حكينا عن كمية الأمطار كمان يعني ممكن يكون فيه تساقط أمطار نحن نتوقعه بالبكرة يعني كمان وبداية من الليل لو حكينا عن كمية الأمطار من بداية هذا الموسم لحد هلأ نعم خلينا نكمل عن الموضوع الحال الجوية غدا الأمطار تتواصل على كافة المناطق بإذن الله ولكن يكون شدة هذا المنخفض على المناطق الشمالية أعلى منه على المناطق الوسطى والجنوبية نتوقع في هذا المنخفض الأمطار التي استهطل على مدينة رمالة يوم الثلاثاء والأربعاء بحوالي من 20 إلى 25 مم يوم الخميس تتوقف الأمطار والجمعة تعود أمطار ولكن تكون خفيفة متفرقة وتأثيرها على المناطق الجنوبية أعلى منه على المناطق الوسطى والشمالية هذا بالنسبة لأحدث الجو غدا تكون رياح شديدة تصل سرعة لحوالي 55 كيلومتر بالساعة وهذه الرياح تكون من معتدلة وتهب هبات قوية أحيانا 55 كيلومتر بالساعة نحضر إخوة المواطنين من جدة سرعة الرياح خوفا من تطير بعض لوحات الإعلان في الشوالع ويكون هناك أثر على المرة ولتمنى السلامة لجميع الإخوة المواطنين يعني نحضر حالنا لمنخفض معناه فعلا حسب التنبؤات والتوقعات نعم منخفض وليس كما ذكر من بعض وسائل الإعلام المصادر لا أعرف من أين جاءوا بها أنه منخفض عميق المخفض العميق كمية الأمطار تكون فيه تراوح ما بين 100 إلى 150 مليمتر في حوالي 48 ساعة ولكن هذا المخفض لا نتوقع في مدينة رمالله نتوقع حوالي 25 مليمتر والماطق الشمالي يمكن يصل إلى 35 مليمتر فهذا المخفض لا يعد بالعميق ومخفض لا تكون ضرطة في أكثر من 36 ساعة فقط هو الناس يمكننا متشجع على الشتاب ولها تساقط أمطار بشكل سريع طب خلينا نحكي عن كمية الأمطار من بداية الموسم لحد هلا نعم كمية الأمطار التي تهطرت من بداية الموسم كان الحفظ الأوفر على المناطق الشمالية من الأراضي الفلسطينية أعلى منهم ماطق الوسطى وأعلى منهم المناطق الجنوبية المناطق الشمالية وصل في بعض المناطق خاصة في مدينة قلقيلي وصل إلى حوالي 165 مليمتر وكان هو أكثر كمية أمطار حطلت منذ بداية الموسم على أكثر من أي نقطة وكان هناك أعلى بثلاثة مليمتر يعني 168 مليمتر سقط على بلدة زبدة وهي قضاء جنين وتليها بلدة يعبن ولكن بشكل عام الأمطار تراوحت ما بين أعلاها في المناطق الشمال الضفة اللي هو بلدة زبدة ويعبن والمناطق طول كلم وقلقيليا وسلفيت كانت نصيب الأعظم من كمية الأمطار حطلت منذ بداية الموسم مدينة رمالله يعني كمية الأمطار حطلت منذ بداية الموسم على مدينة رمالله لا تجاوز 72 مليمتر مدينة القدس وصلت إلى حوالي 59 مليمتر وكان أدناها في المحافظات اللي هي مدينة الخليل لم تتعدى إلى 40 مليمتر يعني إحنا أقل أو ما زلنا أقل من معدل السنوي لكمية الأمطار المفروض لغاية في مثل هذا الوقت من السنة ما زلت الأمطار أقل من معدلاته في مثل هذا الوقت من السنة متوقع أصلاً تصير ما بعد يعني مع نهاية هذا الشهر ومع الشهر القادم كمان ممكن يكون فيه هطول أكثر موسم المطري أو موسم الشتاء يبدأ بـ 21-12 لغاية 23-3 هذا الموسم المطري ونحن في فترة الخريف الخريف دائماً هناك تقلبات جوية وحالة عدم استقرار جوي حيث هذا المنقفض اليوم غاد تكون هناك الأمطار تكون مصحوبة العواصف الرعدية نتيجة تواجد الغيوم نوع من هذا النوع الغيوم التي تسبب حدوث الرعد والبرق وهذا يؤدي نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي حالة عدم استقرار الجوي تشهدها في فترة الربيع وفترة الخريف ونحن في فترة الخريف متوقع التي هي الرعد والبرق يوم قد يعني سيضل في عدم استقرار من هنا لـ 21-12 ومن بعدها ممكن بشكل عامي فترة الخريف حالة عدم استقرار ترتفع درجة الحرارة هناك يكون رياح شرقية تؤثر على المنطقة تكون هناك الغبار الأجواء تكون مغبرة في بعض الأوقات يعني تشبه الأجواء الخمسينية التي نشهدها من شهر 4 إلى شهر 5 سيد يوسف أنت فعلا أطلعنا على حالة التقص وإيش المتوقع يصير بنهاية وحطتنا في الوضع الواقعي كمان الأقرب يعني أن الناس كمان ما تخاف كتير يعني رح يكون فيه أمطار ولكن ليست زي ما قلت وذكرت عميقة أو يعني انخفاض حاد في حالة التقص ولكن هناك في كتير مرات يعني الناس بطلت تعرف وين تعتمد على حالة التقص كمان خاصة أنه فيه شيء متعلق بالأطفال بالأولاد فيه ناس مهم يعرفوا كيف تكون حالة التقص فتتنوع كمان وتتعدد المصادر كيف ممكن نسيطر على هذا الموضوع ونعتمد على مصدر واحد نعم كما تفضلت الأرصاد الجوية الفلسطينية هي دائرة متخصصة اللي وجدت لخدمة المواطن الفلسطيني الطاقم اللي عنده كله مدرب ومؤهل دورات عديدة في مجال الأرصاد الجوية ونحن متابعين تدريب وتطوير الكادر عندنا يعني كما ذكرت لك قبل قليل أنه أنا كنت في زيارة لتركيا وإن شاء الله هناك في تدريب لحوالي 15 موظف على تدريب عملي لموظفينا في دائرة العصاد الجوية التركية وسبق أنه بتعثنا حوالي 17 على تركيا تركيا تقدم لنا المزيد في مجال الدعم في تطوير الكادر ويعني تطوير الأجهزة والمعدات فإحنا دائرة متخصصة الموظفي لأن كلهم مؤهلين وبتعملوا على تطوير كمان الكادر نعم هنا مع تطوير كادر والكادر مؤهل ومدرب جيدا ولكن هناك بعض المواقع تكون ليس بالتخصص ولا يمتوا الأرصاد بالصلاة ولكن هناك يقومون ببعض أخذ البيانات من عندنا أو من مواقع ثانية هل أنت بتتابع أو فعلاً بتحس في خلال يعني؟ بحس في خلال لأن أسمع بالحديث الشارع أن الأرصاد تقول ونحن لا نقول نحن مصدرنا واضح نشر الجوية نبعثها لكافة وسائل الإعلام للمصادر الرسمية الإعلام الرسمي للفلسطيني والإعلام المحلي نحن نزوده بكافة التفاصيل نبعث الإيميليات لكافة المعنيين بالإضافة لموقع الأرصاد الجوية الفلسطينية على الصفحة الإلكترونية نحن بسي مرار بنحدث الموقع يوم يوم وننشغل كمية الأمطار الهاطلة يومياً على الموقع تبعنا اللي هو www.pmd.bs يعني من بلسينة مترولوجيكال دي بارتمنت فنتمنى على الإخوة المواطنين أنه يتبعوا أو يتبعوا موقع الأرصاد الجوية الفلسطينية أو الاتصال بالأرصاد الجوية يعني إحنا شغالينا مدة 24 ساعة لخدمة المواطن الفلسطيني فالأرصاد الجوية عملها 24 ساعة وإحنا على استعداد لتلبية طلبات المواطنين أي مواطن بتصل فيها بنعطي الحالة الجوية بغض النظر أن كان صفة رسمية أو غير رسمية سيد يوسف أبو سعد مدير عام دائرة الأرصاد الجوية طبعاً هاي كمان النصيحة بالنهاية مهمة أنه كل المواطنين اللي حابين دائماً يتأكدوا من الحالة الجوية بقدروا يتواصلوا معاكم على مدار 24 ساعة بقدروا يعرفوا الأخبار وكمان أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية أنه فعلاً رح يكون فيه منخفض ابتداء من الليل وكمان بكرة رح يكون فكمان منحذر جميع كمان إحنا الناس ويأخذوا الحيطة والحذر بالتأكيد منشكرك على وقتك مشاهدين هلأ رح ننتقل لتقرير مع الزميلة سارة وحسب ما ورد يعني الآن أخبار من دائرة الأخبار الخاصة بالفلسطينية هو سقوط شهيد في مدينة نابلس ومبارح كمان كان يعني رداً على كل التحركات اللي عم بتصير باتجاه توجه القيادة للأمم المتحدة فيه هناك عم بيكون هجوم عنيف من قبل قوات الاحتلال اتجاه المواطنين اتجاهنا كمواطنين فلسطينيين خلينا نشوف هذا التقرير مع الزميلة سارة عن أجواء مبارح كيف كانت في استقبال القيادة من كافة محافظات الوطن جاءوا وقفوا جميعاً تحت علم فلسطين وتوحدت حناجرهم مبايعة وتأييداً وفرحاً لانتصار الوفد الدبلوماسي بقيادة السيد الرئيس وحصول فلسطين على صفة مراقب في الأمم المتحدة جاينا نستقبل الرئيس علشان أنه رفع رأسنا وزواناً كيان بين الشعوب وعملنا أي شيء يعني حققنا شيء حققنا مقعد في الأمم المتحدة بصفة مراقب طبعاً بعد الدولة الفعلية لازم أننا نوقف ونقوم بالبصالحة وإن شاء الله نصالح على الأبواب على الرغم من كافة الضغوطات التي تعرض لها أكد السيد الرئيس أن شعبنا هو الذي صنع الانتصار في الأمم المتحدة وأخيراً غيروا مضمون خطابكم في اللحظات الأخيرة غيروا مضمون مشروعكم غيروا مضمون خطابكم ولكننا صمدنا وانتصرنا لأنكم أسمعتم صودق الهادر للعالم إذن شيباً وشباباً نساء وأطفالاً جاءوا اليوم ليؤكدوا على مبيعتهم ودعمهم لأي قرار تتخذه القيادة الفلسطينية ومؤكدين على وحدة الوطن وإنهاء الانقسام ترجمة نانسي قنقر